بعيدا عن كونك مزيعة احنا النهاردة حضرتك موجودة معايا ضيفة عايزين نتكلم في كام نقطة كده تخص الولادة الطبيعية والولادة القيصرية وكل الحاجات دي عايزين نتكلم فيها ايه نلبمها مع بعض اول حاجة الولادة الطبيعية في طالع يعني حوار كده بكل شوية ولادة بدون قلم ازاي بصي طبعا الولادة الطبيعية دي احسن ولادة ممكن اولدها او دايما كلمتي اللي دايما بقولها ياريت ولدي طبيعي لما تيجي اي حد بيتكلم معي بس بتبقى محتاجة شوية المريضة تبقى متعاونة معايا الاقول عشان نفهم يعني ايه بدون قلم نفهم يعني ايه ولادة الولادة بتتقسم لكذا مرحلة في مرحلة اللي هي الطلق بن سميل طلق اللي هو بيقوله عليه بالبلد دي طلق البارد او اللي هي بيبقى حاجة مش بتوجع قوي خطرات مثلا اه وفي المرحلة النشيطة اللي هي عنق الرحم بيبتدي يوسع بيحصل الكبضات في الرحم الرحم بيحاول ان هو يدفع الطفل خارج الجسم اللذيذ ان اختلاف الالم بيختلف من سيدة لاخرى يعني ايه في جزء من السيدات هنقول حوالي 40% وصفت ان الالم دي الام محتملة زي تقولك واجه الدورة زي الالم اللي بتجيلي ما بكونت عبقى هي تقول تحملها لالالم كويس يعني اللي احنا بتشوفه في الافلام ده لا ده بيبقى صحيح فيه سيدات تانية لا بتقول انها حتاجة لبجرد مسكنات او بتقول زي المورفين او بالباسدن اللي هي الحاجات اللي هي المسكنا لا الدنيا كانت مشى معها لطيفة وكويسة وما فيش مشاكل فيه نسبة حوالي 10% وصفت الالم ده بالالم الرهيب او الفضيع يعني الطبيعي انه مش هو يبقى الالم فضيع انا بتكع النقطة دي لان للأسف احنا دلوقتي بقت معلومات اي واحدة عن الولادة او عن اي حاجة في الدنيا بقتابرة عن النت بقتابرة عن الشات بقتابرة عن سؤال انا بكتبه في الجروب اللي انا عضوة فيه يا جماعة ايه رأيكو في الولادة الطبيعية ومين جرباتها بنا استقع ثقافتنا من السوشيال ميديا ومن التلفزيون والافلام ودي المشكلة فبقت اللي بتصدر للسياحة او اللي ظاهر على الوش ان الولادة عبارة عن الولادة طبعية عبارة عن عذاب وعبارة عن شيء مؤلم وعبارة عن ان واحدة بتصوت وتصرخ وان انا مش هتحمل الالم بتاعها فبيتيجي المريضة هي بتبقى صعبانة علي اه كنت اعرفة اللي هو ايه حيوالدوني يعني اه لا فعلا بتبقى دخلة نوع من النوع الرعب هي حاسة طب وصفيني الولادة عندها فبيا من الولادة من قبل ما اصدت توصل لمرحلة الولادة ممكن تكون في الشهر الاول اه انا عايز اولد قيصري في ناس كتير بقابلين تقول لي لا انا عايز اولد قيصري انا مش هاولد قيصري ولا القيصري حتى هم يا دلوقتي خلاص السوشيال ميديا بقى مصدر ان الولادة عمتا شيء مؤلم بقية التجربة اللي متقالة او اللي متصدرة من صاحبتها ومن بنت خلتها لا ان هي بتابت لا انا عايز اقولك ان 90% مش بتبقى الشيء اللي متصدر فهي يعاني بتبقى جاية في حالة يعني في بنات بتبتدي من مرحلة اللي هي اللي بنقول عليها الطلق البارد او اللي هو الالام اللي هي المحتملة دي بتبتدي تيجي المستشفى والان في بعض البنات الصغيرة بتبقى بتقعد مثلا شهر قبل الولادة ما بتنامش بتزحى على كوابيس انها بتولد اه اه ده حقيقي انا تقابلت مع ناس كده انا كنت كده بتبقى يعني سخيالي ما تيجي واحدة مثلا تقولي انا احلمت ان انا بتصل بيك معرفش اجيبك فيه هوس فيه القلق فيه توطر جامد عالي عندها يعني انا دايما اقول لها يا حبيبتي لا الموضوع طب بالراحة طب نجرب طب شوفي يعني او الكلمة اللي دايما بتتقال اه اسبوري لحد ما ندخل في الولادة وسعيدة قراري هل انت محتاجة حقنة الايبيديورال اللي هي دلوقتي اللي هي الولادة اللي بدون قلم ولا لا يعني فيه بعض البنات اللي اممكن تيجي المستشفى اللي بفجي ان انا بفحصها خلاص ربع ساعة هتولد ولا لا مش مستهلة بقى ان احنا نعمل الايبيديورال او نعمل اللي هي التخدير خلاص ما انك تحملت ان احنا وصلنا للمرحلة دي خلاص ما تخدير بنجل كله يبقى وصحي خلاص انتي ولدت الولادة اللي بدون قلم بيبقى لها انواع بتتفصل على حسب المريضة او اللي انا بتعامل معاها ومدى تقبلها للموضوع ومدى ان الموضوع يبقى متقبل بالنسبة لها ومدى تحملها للقلم وجزء كبير جدا انا برمي او بحط الكرة دي في ملعب الزوج انتي ما تجيبيش واحدة عندها خلافات زوجية جزء اقارفها ما بيجيش معاها المتابعة مش مهتم بيها رايحة جاية بيترع عليها وعلى شكلها وانتي بقيت يعمل كده ليه وبوص لنفسك في المراية يعني انا الكلمة البسيطة اللي بقولها يعني انت ما تجوزتاش ويا حامل ده ابنك او بنتك مكرنيهاش بواحدة مدى لا لا جزء قاعد جنبها ومسك اكيد يعني دي هتتحمل وده مش هتتحمل قبض مش تبقى نقصة اللي يعمل لها كده فيه الليل الولادة اللي بتبقى بنحتاجها او النسبة اللي هي الأوليلة العشرة في المية بتبقى عبارة عن الإبديورة اللي عبارة عن أسطرها بتتركب في الظهر مش في العمود الفقري او مش بتسبب التشلل او ملهاش المضاعفات اللي الناس بتبقى خيفة منها هي دي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عليها بس احنا معنا تليفون معنا هيبة ألو ألو أيوا مساء الخير يا هيبة مساء النور ممكن نكلف دكتور رانيا اتفضلي اتفضلي دكتور أنا حامل في الشهر الثامن وبقى فيه غمقان في أناكن في جسمي هل الغمقان ده هيروح بعد الولادة ولا لأ حاجة غانية هيبة هتستجعليها لأ شكرا شكرا يا هيبة دكتور هتجاوبك دلوقتي هيبة أصارت نقطة مهمة جدا ليه الكلف الخاص بالحمل كلف الحمل ده بيبقى مرتبط أكتر بالهرمونات فبيعمل نوع من أنواع الاسمرار أو اللون بيبقى أكتر داكن بيبقى مرتبط من لون الجيلات اوه في أماكن معينة زي الرقبة زي تحت القبط أو في الأماكن الحساسة اللذيذ من الكلام دوت ممكن بيقلب نسبة 80% بعد الولادة يعني أنا دايما بقولي النصيحة بتاعتي لحد أول ثلاث شهور بعد الولادة وبعدين بعد كده بنقيم الدرجة اللي موجود فيها المشكلة بعد كده ببتدي أتعامل معاه طب النسا التجميلي أو اللي بنسميه الموضة الجديدة في النسا والولادة اللي هو عبارة عن التعامل مع الحاجات دي اللي هي بجمل المناطق دي بتعامل معها عن طريق التأشير الكيميائي البارد أو بتعامل معاه عن طريق التفتيح بالليزر فبيرجع أي منطقة هي بتعاني من من ثلاث اللي كان وقت الحامل للونها الطبيعية بس دايما أنا دايما بنصح لا مش هنعمل كده أو مش هنتدخل إلا بعد ثلاث شهور ثلاث شهور اللي يكون رجع خلاص احنا عرفنا قد إيه اللي راح وخلاص ده اللي بقى إيه دي الكمية اللي فضلة أو دي النسبة اللي هتفضل موجودة معها على طول بتبقى أنا دايما دايما أقولها بدل ما هنحتاج نعمل مع بعض ثلاث أو أربعة جلاسات هنعمل اتنين بس هنعمل واحدة فأنا بدي فرصة للجسم إن هو يتعامل مع الجزء دوت بالطرق الطبيعية وإن أنا رجع لهرمونات زي ما كانت فخلاص الدنيا بتهده خالص بعد ما بتجده بتدخل يعني يا حريك بتنصحي هيب أن تسبلنا بعد الولادة بثلاث شهور وبعد كده نبتدي ناخد الإجراء اللي هو الطبي العلاجي أو التجميلي ترجع تاني بقى للنقطة بتاعة الحقنة اللي هي الاسباينال اللي بتتاخد في العبود الفقري يعني في ناس كتير جدا عندها هوس من النقطة دي تقول لي لأ أنا مش هديها أو واحدة عندها بنتها تقول لي لأ مش هديها الحقنة بتاعة الضهر عشان دي حتى لو لا سمح الله يعني ما سببتش الحمد لله يعني ما سببتش شلال لأ دي ممكن كل سنة في نفس المعات بتوجع هي للأسف زي ما بقولك المقولة الخطيئة دي أو الأفكار الخطيئة دي إحنا واخدنا عن طريق النت واخدنا عن طريق الصحاب واخدنا عن طريق الجيران حقنة التخدير الناس فيه أو الحقنة اللي بدون ألم دي حاجة ودي حاجة ما تختلفش عن حقنة العضل مالهاش إلا الشكة بتاعتها اللي بيدخل فيه المكان الدكتور التخدير بيدخل فيه بيستخدم إبر بمقاس معين بيبقى له كمية معينة من السائل اللي موجود في النخاء الشوكي هو بيسمح ليه بالخروج جرعات معينة من المواد المخدرة وأنواع معينة من المواد المخدرة لما لهاش أي مشكلة مجرد مساحة بالإبرة واستعمل الحاجات بتاعته خلاص تأثير الحقنة راح وأنا ما عنديش أي مشكلة خاصة بيقعد معي مسكن حوالي من أربع لست ساعات لو أنا بستعمل الإيبي ديورة أو التخدير اللي هو بالإيبي ديورة لا ممكن بيطول معي باعد بها زي ما أنا عاوزة ممكن أعد حد 24 ساعة 48 ساعة كمان طيب أنا هنا هنرجع لسؤال مهم قوي إيه هي علامات الولادة الطبيعية؟ يعني هي دلوقتي هنفترض أن هي أول مرة تحمل عروسة جديدة وتعرف منين أن أنا دلوقتي العلامات اللي هي بتادي تحصل معي دي أنا هولد وهولد طبيعي بصي عنام أنا دايما بقول عن نصيحة دايما لأي بانوتة وخاصة البكرية ما تدوريش قوي على الولادة ودايما أقول لهم بلاش تعودي تستني الولادة إحنا مش وقفين في الشارع مستنيين الولادة تيجي لأ أنت قاعدة في البيت وريلاكس شيل الولادة من نفوخك التنشنة والني قاعدة مستنيها الولادة بيطلع أدرنالين بيمنع الولادة ممكن يوقف تقدم الولادة ممكن بعد ما الرحم يتدي يفتح تقف فدايما أول حاجة أقول نصيحة أولا إشيل الولادة من دماغك خلاص أنت مش هتولدي إحنا عندين لأحد آخر يوم أكتب منهم بيزعلوا مني أنا ما بقولهش على المعادة الحقيقي أنا بابا عايزة تبقى هادش بتبتدي علامات الولادة أشعرها دايما بيبقى الطلق أو ألام الولادة ألام الولادة دي بتتميز أن هي بتزيد في القوة وبتقرب في المدة يعني بعد ما كان بتجيلي كل ربع ساعة بتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دي ألام الولادة الحقيقية أو اللي بتسميه الطلق الحقيقي تاني حاجة نزول الإفرازات مخاطية بتبقى بالبلد زي ما بيقوله مع الرأب دم أو دموية الإفرازات دي بتبقى عبارة عن الإفرازات المخاطية اللي الجماعة يتفعله كل راحم خلال التسع شهور مع أنه عنو كل راحم بيبتدي يفتح أو مع نزول الرأس على عنو كل راحم بتبتدي تخرج تالت سبب أو أشهر سبب أمش هقوله أشهر سبب بيحصل في 12% بس من الحالات نزول المية بكميات كبيرة طبعا ده بتبقى المية اللي حوالينا سائل المحيط بالجنيل بالجنيل ده معناها أن أنا أتوجه للمستشفى معناها أن أنا هول بس مش معناها أن أنا أقصر الأعداء مستنيا لا ومطلعش مفزوع لأ أقعد أستنيه ولا أطلع مفزوع لأن ببساطة يعني أنت مش حامل في سمك المية إذن ليه تجري على المستشفى يا شيم هتقف خلاص يعني بدأت بقى المشكلة في كده لا نزول المية يعني أنا المفروض أولد أنا المفروض أطلع على المستشفى عشان يبتدي ياخدوا معي الإجراءات اللازمة أو يبتدي يتحدد طريقة الولادة إيه يا دي نقطة مهمة فعلاً جداً يا دكتور لأنه بيبقى هما عندهم برضو اعتقاد أن مجرد ما المية دي نزلت هيحصل الاتصاق للبي ويقعد جوه ومش هينزل فبيبقى فيه كمية فزع مشتبعية أنا شفت حالة قبل كده بالشكلة لا لا ده البيبي هيلزق جوه قالتلي بنفس اللابس فهي موضوع يلزق جوه ده لا دي حق ما أنا بقولك ده بتبقى شوية مشتقة من الناس الزمان هي دي كانت أو المصطلح ده ظهر إن نزول المية ويعونك الرحم مقفول فمهما نقعدنا ومهما نستنينا ومهما ننتظرتي لا هي مش هتدخل فيه ولادة طبيعية فهي بقى الموضوع في دماغهم ينزل قيصرية لكن من روحك المستشفى بدري أو متأخر مش هيفرق في نوع الولادة نوع الولادة اللي بيحدده الفحف حجم الجنين حجم الحض شكل عنق الرحم وهل هي أقدر أسيبها ولا لا وهل كمية المية اللي نزلت هل هي كل المية فعلا نزلت ولا لا